اشتركوا في القناة 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 هي اول نقطة رح توقف عليها الثانية هي ثانية نقطة رح توقف عليها والثالثة والرابعة علي ما تخلص طبعا هم عددهم اربعة او خمسة خمسة نوتات يعني او اربعة نوتات بعد ما تخلص رح تسمع صوت و رح تختفي رح تشتغل النوتات مرة ثانية من اول جديد بنفسها و رح تسمع صوت كأنه في باب نفتح ولا شي بعد ما تسمع صوت هذا رح تنقز وتروح فوق على السق رح تكسر الكاش اللي رح تحصلها في وجهك و رح يعطيك القطع الاخيرة بعدها معانا شخصية خورة شخصية خورة تقدر بس تحصل قطعها من السانتشويري اونسلوت يعني السانتشويري العادي مش الاليت العادي تقدر تحصل قطعها بالترتيب روتايشن اي و بي و سي روتايشن اي قطع بروحها روتايشن بي قطع ثانية و روتايشن سي قطع ثوثة يعني ما تقدر تحصل القطع الثاني في روتايشن اي يعني اذا حصلت في روتايشن اي التاسي او الصدر ما تقدر تحصلها في روتايشن بي و سي بس في روتايشن اي فاحتمال رح ياخذ منك ثلاثة عشر زون ممكن تساطعش او عشرين زون اللي ما تحصل قطع أخرى بالكامل طبعا اه نسبة الدروب انك تحصلها ثلاثة فاصلة خمسة عشر الى اربعا بالمية بعدها و اخر شخصية معانا شخصية هارو طبعا عشان تحصل شخصية قطع شخصية هارو اه لازم تخلص الكوست حتى لو ما خلص الكوست بادي يمديك انك تحصل قطع هارو قطع هارو اول شي تقدر تحصلها من مشن الفيشر اللي الخاص بالريليكات هناك تقدر تحصل قطعة القطعة الثانية تقدر تحصلها من الديفكشن الديفكشن اللي نسو ما قلت لكم في بداية الفيديو اللي تساعد ناس تقدر تحصل من قطعة هارو والقطعة الثاثة والاخيرة تقدر تحصلها من سباي كوفا يعني راح تروح عند الكوفا فورترس وراح تروح للمشن السباي اللي فيه وراح تحصل قطعة هارو الاخيرة طبعا اذا ما حصلت لاح راح تطلع وتدخل تطلع وتدخل علي ما تحصل القطعة اللي انت محتاجها اتمنى انكم استفدتم من الشرح لا تنسوا اللايك واشتراك والنشر ومع السلامة